موسيقى 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 تعرفوا حكي كتير بينحكي مع أشخاص ممكن ما يخلص يمكن تليفون بدل ما ياخد ديئة في ياخد ساعات كمان من دول ما تحسوا وهذا يكون الشخص هايك موسوعة وعنده كتير قصص واحد يستفيد منه وياخد منه ويخزن بيمبسط كتير هايدي الحالة مع النجم الممثل فادي إبراهيم يلي طبعا مهنتو لم تقتصر على التمثيل إنما يعني راحة لأبعد من هيك بكتير طبعا النجم بكل الكلمة من معنى بالماضي بالحاضر وبعد اللي بقتله للمستقبل أكتر وأكتر وبكل عمر عطاه حكمه مثل ما لازم النجم فادي إبراهيم هو ضيفنا اليوم على فنجين أهوي صباح الخير يسعد لصباح وصباح الخير لكل اللي عم يشوفونا قدي مبسوط فيك أنا أنه جيت لعنة مشكور أول شي على المخاطرة اللي عملتها وجيت على الاستوديو طبعا بكل هالظروف اللي عايشينها مع الحاج الصحي مرسي تلوية دعوتي فادي أنت إنساني أولا يعني أنا مثل ما بعرف الإيميل اللي أنت كاتبه فادي The Human صحيح وين الإنسانية هلأ هلأ بهذه الأيام نعم عم تنقرد نعم يعني بتحس أنه هذا التقدم اللي عم بيصير والتطور اللي عم بيصير الاجتماعي والسياسي والجيوسياسي والجيو اجتماعي عم نفقد عم نفقد الإنسانية اللي موجودة فينا وإذا رح نضل على هذه الوتيرة رح نلغي كتير إشياء من حيواتنا فقد الإحترام؟ مش من هلأ من قبل إيه مين اللي عم بيقلي الإحترام اللبناني؟ يمكن أولا هو اللبناني نعم يعني نحنا بحق حالنا مش ملاح المسؤولين عنا بحقنا مش ملاح لكن لوين وصلونا يعني هذه فيها كمان احترام وينو؟ اللي بيحكي بالإنسانية يعني بيكون هل قد عاش طفولة سعيدة؟ الحمد لله بعد عنا هذه الطفولة موجودة لأولادنا لأولاد أولادنا موجودة؟ يعني إذا ما حافظنا على هالطفل الموجود بداخل كل واحد مننا رح تروح يعني ما بقى فيه هلأ بتحس إنه بلشنا من هلأ نعلم أولادنا أولاد صغار على أسلوب حياة جديد نعم وهذا الأسلوب رح يلغي كتير أشياء من الطفولة الحقيقية اللي لازم يعيشها الطفل ويمرق فيها لحتى يوصل لمرحلة العلاقة بعدين بنضج بالإحساس مش بس بالفكر نعم فادي قديت علمت من الأدوار اللي قديت اللي هي لا تحصى ولا تعد يعني إنسانياً قديش بععدتك عن تصرفاته قدي قربتك من طريق التعامل مع أولادك ومع الآخرين هلأ مفي شك إنه بكل شخصية لعبتها فيها بيختلفوا عن بعض أولاً ما في شخصية تشبهتيني في أشياء مشتركة نعم بس مش مثل بعضهم بكل الشخصيات بكل الناس وعند كل الناس ما في شك انه اللي تعلمته من كل شخصية اللي عبتها أثر فيه كأنسان خليني كون بمطرح تاني انا بحياتي مش موجود فيه موجود فيه بهيدا المشهد اللي عم بعمل او بها الشخصية اللي عم بلعبها وهيدا اذا ما تعلمت منه كنت راح ضل محليه نعم عندك اكيد عتب وعندك كتير رسائل بدك توصلها عن لبنان وعلى اللي عم نعيشه يعني مش بس من سنة من سنة احتدمت ولكن هي من سنوات وتراكمات كتير كبيرة اول شي لميم تتوجه لميم تحكي مع اي مسؤول فيك تسمي فيك تحكي يمكن رسالة محبة تكون رسالة يعني لهالمواطن اللبناني اللي عم بعيش القهر والزل ويمكن الكلمة منتم فنان متلك تكون مسموعة اكتر يعني ما فيني اولا الا ما احكي كانسان وكمواطن قبل ما يكون فنان نعم وين حياتنا اللي لازم نعيش او اللي تربينا انه هايك رح تكون الحياة نحن بس نكون صغار بيعلموننا اهلنا ونتعلم بالمدرسة وبيعلمنا المجتمع وناخد اشيه من التلفزيونات ومن الاعلام انه الحياة رح تكون شغلة ممتعة ورح تكون شغلة حلوة ورح تكون شغلة إلتابية ورح فيك تعطي من حالك وتعطي لكل الناس بتوصل لمحال بتلاقي حالك عم ترجع لورا بدل متقرب لقدام هيدا الشيه طبعا في ناس مسؤولين عنه في ناس اللي هن المسؤولين كلون نعم يعني مرة من تقريبا شي 15 سنة ان عمل معي مقابلي فقلت انا عدو الانسان الوحيد من بعد الجوع نعم هي سياسة لوان وصلونا ما كنا عايشين حياة حلوة يعني كانت حياتنا اللي من جيلي وقابل كان فيه الطفولة كنا عايشين بسلام كنا عايشين مش بس بسلام وبفرح كنا نحس الفرح وينو هلأ من وراء مين نعم وين وصلونا مين هن المسؤولين طبعا في ناس مسؤولي ولازم يتحملوا مسؤوليتهم وإذا بيجي حدا تاني مسؤول غير المسؤول القديم تبتعلم من الغلط نعم صحيحولنا هذا المسار وانا كنا نفتخر ان احنا لبنانية صرنا نستحي من وراء مين من وراءهم من وراء المسؤولين كلهم بالمبدأ اي لانو مهن كلهم مسؤولين نعم يعني اذا فيه حدا بيناتهم عم بيجرب بيعمل شيء وين هو شو عامل بس عم نجرب يعني الحياة مش للتجربة بس لنتعلم من التجربة ونصحح هل شروا انفاء الحرب الاهلية بالخمسة وسبعين هل شروا هلأ تخطى الحرب الاهلية أكتر ما فيه شك بس اللي صار قبل ما فيه شك بس اللي صار قبل كانت هي الفتيلي الشعلة الأساسية نعم اللي خربطت حياتنا كلها بيعونا لمصلحهم وهذا شيء واضح يعني مش عم بخترع شيء من عندي سلمونا لغير ايادي ترسى بدك نعم طب بالتسعينات ما عشنا نحنا في فترة ازدهار بمرحلة معين بلا حسينا انه بدنا نوصل لمرحلة ازدهار وكننا ها عم نبلش رجعوا خربطونا اياها بناءا لسياسات عالمية بناءا لا استخبارات عالمية يعني ما بقى في هايدي الطيبة ما بدي أقول غباء بدي أقول هذا الجهل اللي كان موجود يعني هلأ كل شيء صار قدامنا بتكبص عزر بتجيب المعلومة اللي بدك إياها من وين ما كان من العالم نعم طب لاي ما تعلمنا ليش عم نرجع لورا فهدي يعني أكيد اللي صار دق بكل مواطن لبناني ما بقى فيه فقير وغني وكبير وصغير كل مواطن تأثر بلي صار كان اقتصاديا وان كان نفسيا وان كان يعني فيه حروب على جميع الأصعي ده متل ما بنعرف مش بس بالبنان يعني رح نلاحظ انه هيدا الموضوع صار موجود بالعالم كله نعم يعني هيدا الإنسان اللي المفروض هو أرقى المخلوقات نعم شو عمل عم بيقضي على كل هيدا المخلوقات الثاني اللي أدنى منه عم بيقضي على الطبيعة عم بيقضي بمطرح معين راح يقضي على الكرة الأرضية نعم شو بدنا نعمل وين بنروح فادي نجوميتك أنا ما بحب الكلمة على فكرة بس بلاشت النجم فادي بس هي موجودة أنا ما إلي علاقة مش لصة نجم يمكن شقفة نيزك بهذا العالم نعم تبه أوكي النجم هي مفردين نيزك بعدك نجم كمان بس موجود يعني انتقلت معك بكل مراحل عمرو اللي هي هيدا كنا عم نحكي فيه مش شوية مع الأعلامية سوسيا ورطانيا ومن دبي عم تقول أنه كل مرحلة والنجوميتها والاستمرارية قد مهمة أنت استمرت ولكن استمرت صح شو السبب هل قلت اطلالتك الأعلامية هل اختيارك الصح للأدوار اللي لازم تختارها شو السر اللي بتعطيه للنجوم يلي هلأ عم يشقه طريق الهدف الصدق والمحبة نعم وأنك تكون حقيقي مع نفسك ومع غيرك هيدا بتعبدلك الطريق نعم والطريق موجود وأنت بتختار يعني في مفارئ كتير بتقول لا ايه عشو على أشياء مش مقتنع فيها على تصرف نعم كمان مش مقتنع فيه على قلة احترام مرات نعم من مين من شركات الانتاج من المنتج من المخرج ممكن مرات شخص واحد بقلب هتفقي بهذه خلص يخليني يضطر ان يقول لا ليش طلالتك الأعلامية قليلة اللي بيعرفون الناس عني بيعرفوا نعم انه بدي يكون واحد عنده شي جديد حتى يطلع يقوله او بده يكون فيه محاور يشيل من جوات والاشياء اللي لازم تنقل وإلا انه شو منكون عم نعمل يعني نكون عم نردد حالنا ونحنا جماعة بدنا نقرب هربا من السياسة والأوضاع لوين بتروح على الطبيعة على الطبيعة على الطبيعة وعلى العائلة يعني هاو دي بتحس فيهم سلام نعم موجودين فيه بس تقول انك بتحب الحياة بتحب الحياة كيف بكل شي يعني بحس انه كل نفس عم ناخده بونس آه كل نفس كل نفس كل لحظة وبعدين الحقيقة موجودة بيهلأ نعم هاي اللحظة هاي حقيقة هلا يعاديين مع بعضنا وعن نحكي مع بعض صحيح قبل راح خلاص ما رأيت أنا وجاي على الطريق خلق بعدين هلا بدي أرجع امشي من هون ما بعض شو رح يصير الحقيقة موجود بهاي اللحظة إذا بهذه اللحظة ما كنا صح مش رح نقدر نكمل صح يعني كل إنسان بيخاف من الشعر البيضة انت استعملت لأنك لأن تبرز أكتر إيجابا يعني هاي دي كتير كتير من عرفها فيك وبعدك بموقع قوي إنك تقول لأ وإنك تقول إيه وإنك تحارج مع أنه في أشخاص بيوصلوا لعمر يمكن بدهم الشغل وبحاجة للشغل لا يقدروا يستمروا صحيح ليش ما شاركت وقلت لأ عن عروس بيروت الحقيقة صار يمكن سوق تصرف يمكن ما حورني الإنسان الصح بعدين تصرفوا بطريقة معي أنا حسيت إنه من ورد آخر وهذا شيء إنه ما فينا يقبله يعني خليك معي موجهني ومنحكي ومنحكي باللشي الموجودة على الأرض فأنا لما يكون أنا متفق أنا وياك على شغلي قبل بأسبوعين مثلا من السفرة إنه لأ بدنا نغير تركيبي وأنا رايح كنت على أساس إنه 8 شهور قلت لهم لا يعني ما فينا بتحقود فادي ولا بتسير لا ما إلو مطرح الحقد لا عندك أعداء بالحياة لا ما بفتكر يعني على الأقل من اللي أنا بعرفهم يعني ما المفروض إنه ليش إنه ما غلط بحق حدا بشكل إنه يربيه لأعداء أنا ظلمي حقيقي وبواجه يعني إذا ما حبيت طريق التصرفك ما بيحبك إلك بيحبك إليك بيحبك إليك في هيدا التصرف أنت غلط معي فيه فادي أنت أغلى ممثل بيرينج عمرك شو هو أغلى تسعيري دور أدنو في عالم بتخاف من منتجين بخاف ومسالك ما بيقربوا عليك ما بيقلولك يمكن وين أهلا ما حدا يعني تب الحقيقة وين أنت ما بعرف داش بياخد غيري حتى إليك مثلا إذا أغلى أغلى ولا لا بس أنا هذا معتدلي يعني ولين بالتفاهم وبالاتفاقات لين بالتفاهم بس بتصر على تسعيرها معينة أدي مطرح معين في حد أدنى يعني بتقدم دور مجاني إذا عجبك مرات عملها نعم موجة غضب يلي عملته عملته مؤخرا مع المنتج اللي معلوف نعرض على شاشة الجديد أخد دجي هلأ عمين عاد بتصور مرتين كيف كانت هالتجربة وشو بتشوف فيها من المنيح ومن المش منيح يعني أنا بالنسبة للي هلأ أنه الشغل دايما مع استاذ إلي كان في علاقة أول شيء بتربطنا سواء في صداء نعرف بعضنا كعيلي وإليم طبعا نعم استاذ إنسان قريب وصديق نعم ودايما نتعامل مع بعضنا ابتداء من هذه العلاقة اللي موجودة بيننا فأنا ما عندي ولا مرة ظهر مشكلة أنوية كيف علاقتك بالمنتج مروان حدد ما بعرف كم مرة اشتغلت مبعيدة كيف علاقتك بالصباح منيحة هلأ عم نشتغل مع بعض عندي هلأ عملين معه ضيف كضيف يعني المنتج الأكتر هلأ قريب منه هو المنتج إلي معلوف أنا قريب من شغل مع الكل تأيمن وكتير إلي اللي ما بشتغل معه بس أنه يعني إلي مثلا عملنا ما سوى كذا عمل وكل الأعمال اللي عملناها الحمدلله كانت ناجحة كتير وتركت أثر عند الناس عند الجمهور وتركت أثر كمان بالمحطات يعني وبينقلي وبينذكر لهذا الموضوع شو بيزعلك بالدراما حاليا وشو اللي بيستقل بلتلاقي أنه الدراما ما استعادت قوتها اللبنانية حاليا هلأ المشكلة عندنا نحن بالدراما أنه عم نعيشها بحياتنا اليومية ما بقت بس على التلفزيون ما بقت بس بالمسلسلات عم نعيشها بكل بيت صار فيه دراما دراما للتراجدي يعني مش الدراما للكوميدي يعني اتجاهها للوجع والألم والغضب وهيدي مشكلة هايدي اللي لازم نشوفها بأعمالنا يعني وعن نشوف جزء منها طبعا هلأ المشكلة قبل كانت أنه الأعمال اللبنانية مجتمعنا اللبناني في بعض المحضورات بالنسبة لدول العربية طريقة حياتنا تختلف عن المجتمعات التانية مثل فكان في يعني علاقة الشبيبة مع بعضها نعم تواجد بغرف مسكرة يعني ما رأنا فيها نحن هايدي من قبل خفت شوي مؤخرا الموضوع الأقمار الصناعية شوية لغيت كمان بس لما كانت بعض المحطات يعني الأزمة الاقتصادية أثرت محلية كانت كتير تأثر على الأعمال اللبنانية فما كانت هلأدي مطلوبة الأعمال اللبنانية للدول العربية لأنه فيها حدود معينة هني بيب أنا مقدر لك اليوم أنت عندك رعب من كورونا وعندك سرساب كتير قوي ما عندي الفوبيا بس عندي الحذر وخاصة أنه أنا معرض أصلا بيخد إدوية مزمين عندي أشياء مضطر أخذها على طول هل تلاقي إدويتك لا مشكل لهم ما تلاقي مشكل لهم مشكلة يعني وصلت على صيدلية في دور دي قال الصيدلية صح من قال يراهت يا أستاذ قال يجيب حدا يقف على الباب يرد على الناش يقول لهم ما فيه طبعا أنا رسالتي للصغير ولكبير بس أنه حتى عنده معارف أكيد فاندي وما بلاقي إدويته يعني شوفوا وين وصلنا به هالبلد أنه ينقطع الدواء من الصيدلية عم برجع لأشياء العلاقة بالطبيعة بالأعشاب عم تمزح لا يعني أصلا هي الأصلية يعني أصلا من أجل الأدوية نعم بعرف بعرف بس فيه دواء نوصف لك حسوب هلأ دواء إذا ملقيته عم تستعيب العشاب يعني فيه أدوية بس لقيها يعني بمطرح معين ومكلف بعض الأشخاص اللي أقولي إيهن هلأ عم بجرّب أمنهم دايما بس فيه بدائل وفيه كمان أسلوب حياة معين اللي علاقة بالإشياء اللي منكلها أو منشربها تاكل صحي آي بإذن الله آي بعمل أنا أكلاتي نعم فيه أعمال كمان نحكي عن أعمال مسرحية ياللي انشغلت وياللي كانت عم تنشغل ياللي عملت وتنفزت وياللي نرفضت نعم يعني فيه عمل مؤخراً كان لجبران خليل جبران من نصر الروح متمردة كان اسمه الكافر خليل الكافر خليل الكافر كنت عم تكتبوه عم تجهزوه عم تحضره لمسرحها للقصة هو كتبها عفوا سنة 1908 نعم اللي مسرحها هو بروفسور طلال درجاني طبعاً تحييره طلال أكيد اللي هو بعلم بالجامعة الليبنية إخراج وسينوغرافي شو صار فيها هلأ كان بالأول إجا رفض معين رجعت مشيت الأمور وأخذنا الموافقة على عرض المسرحية وبدنا نبلش كلنا بروفات وفتنا بالكورونا أو الكورونا فاتت فينا الرفض يلي إجا رجع مشي حاله رفض كان من قبل يعني جوجة الرقابة ما بدي فوت بالتفاصيل بس ترتبت الخبرية ومشي الحال مثل ما هي نعم وجبران خريج جبران عبرت سياسيا عبرت صوتي عبرت بالثورة لا مش كتير أنا دائما بعبر من قبل يعني أنا عندي بس خلال هالفترة عندي مواقف لعمره سنين ودائما بحكي يعني ما عندي مشكلة إنهم ما في شي بخوفني لحد دل الحمد لله أو حدا لكن في عندي كمان حدود معينة بدي اضطر افهم كل التفاصيل لحتى أخذ موقف صح كون أنا ماتمع فيه وكون حاسه وأنه هذا عادل ما أخذت للتفاصيل بعد لا مشكلة التفاصيل فيه ما بنعرفها لا أنا ولا أنت ما حدا بيعرفها بس تحليل إلا كيها بس أنه لازم نعرف تفاصيل كتير لحتى نقدر ناخد موقف صح من كل اللي عم بي سير يعني عطول فيه شي مخبية وإذا في شي مخبية بخجل أنه أعطي رأيي واطلع بعدين غلطان لا بد أطلع غلطان يعني مش عامل فردي صح بدأ أعمل فردي صح ولتعمل فردك صح بدأ يكون عندك كل هذه المعلومات اللي أنت عم تفتش عليها هلأ في أشي مخبية كتير وكلنا منعرف هذا الموضوع بدأ المخبية قبل ما أعلن موقفي على العمل نعم شو كانت ردي تفعل حولك والجمهور وليتوصل معك بالسوشيال ميديا لموجة غضب خلال عرضه على جديد كانت جيدة جيدة بفتكر كأداء طبعا لأن الشخصية كانت شوية على أكثر أنه هذا رجل بمطرح معين شرير متسلط أنه لم يشوفوني كثير بهالنوع من الأدوار مش كثير لاعب هكذا أدوار وبعدها بتلبق لك طبعا طبعا لكن جيدة جدا أنه العمل أخذ نتيجة رائعة وهلأ أصلا هلأ بريرا اللي عم بيعمل مشاهدة رائعة طبعا فادي أنت رجل عيلي قريب من العيلي كثير كثير بتقضي أوقات مع ولدك تقضي أوقات مع العيلي بتحسب حساب العيلي أنا صغرت أنت شخص بتوع ك اليوم بس يطلع الضو يعني ما بتنا ما هو الضو بيردني على الحياة بعدين لما تكون مثل ما حكينا أول ما عدنا أنه كل نفس بناخده بونس فأول ما تاخد النفس تكون وعيد أنت بتحس أنه في حياة قدامك في يوم بدك تعيشه فخلص أنه خلصنا نوم صار وقت الحياة فادي الحياة بتلبق لك كثير لأنه بتلبق للأشخاص اللي بيعرفوا إيه متى تانكيو لألك أنا مشكور لأنك شرفتني بالستوديو إن شاء الله منشوفك قريبا كمان بأعمال حلوي وكبير وجديدي متى ما تعودنا نشوفك يلا قريبا إن شاء الله إن شاء الله نخلص وندير بالنا على بعضنا ونخلص من موضوع الفيروسات الحالية واللي ممكن أننا تجي اقتصادية والصحية بدنا ننبئ كتير وبدنا نحط إيدينا بإيدينا بعضنا ونشنجل بعضنا ونتكاتف كلنا لنرد بلدنا لمكانته اللي كانت من قبل واللي كنا نفتخر فيها إن شاء الله منرجع منفتخر باللبنان إن شاء الله بيسمعوك شكرا فادي